ضمن ردود الفعل الدولية دانت القوى الغربية الضربات الإيرانية على إسرائيل في وقت متأخر أمس محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ففي الولايات المتحدة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير دعم ثابت لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط وقال بايدن عبر منصة اكس ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل إن التزامنا ثابت دفاعا عن أمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها يقول بايدن وفي السياق أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدريان واتسون مجددا دعم الرئيس جو بايدن الصارم لأمن إسرائيل وفي الاتحاد الأوروبي أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة اكس أن الاتحاد يدين بشدة هجوم إيران بمسيرات وصواريخ على إسرائيل منددا بتصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي في بريطانيا أيضا قال رئيس وزرائها ريتشي سوناك إلى جانب حلفائنا نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحؤول دون تصعيد إضافي لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء من جهته دهن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بشدة تصعيد الخطير داعيا إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي وصفها بالعدائية وقال أحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون أي عمل قد يؤدي لمواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجوني عبر منصة X أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل وكتب الوزير أن إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري مضيفا أن فرنسا تقرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها مع الدولة العبرية من جانب آخر عربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ القلق جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة عكاساته دعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب أما مصر فقد حذرت من خطر التوسع الإقليمي للنزاع ودعت عبر وزارة خارجيتها إلى أقصى درجات ضبط النفس وأكدت الاتصال المباشر مع جميع أطراف النزاع لمحاولة احتوائي هذا الوضع